لكل ولادي الحلوين يلا بينا نصلي على نبينا سيدنا يا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام عايز أقول لكم بقى كلام بيني وبينكم أنا بكلم البنات والولاد ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جسم في أحسن صورة خلق البنت بجسم ليه شكل معين وخلق الولد بجسم مختلف عن شكل البنت لكن كلنا عندنا شعر وعين وبقى وإيد ورجل وزي ما ربنا دانا جسم جميل لازم نحافظ عليه وناخد بالنا منه وما نخليش حد يقزيه تعالوا أقول لكم إزاي يعني مثلا شعرنا البنت عندها شعر طويل والولد شعر قصير ما ينفعش الولد يطول شعره زي البنت ولا ينفع البنت تحلق شعرها زي الولد صح ولا لأ وزي ما جسمنا محتاج يأكل ويشرب عشان يكبر شعرنا كمان محتاج يأكل ويشرب عشان يبقى حلو وجميل أول حاجة لازم نشرب ميا كتير عشان شعري مش ينشف ويقصف ويقع تاني حاجة لازم أكل خضروات وفواكه عشان لما أكلها الدم بيوصل لشعري وبيغزيه وبيبقى شكله حلو تالت حاجة لازم أخسل شعري كويس أقل حاجة مرتين في الأسبوع عشان يبقى ريحته حلوة ودايما يبقى نظيف وعشان شعري جزء من جسمي ما ينفعش حد ييجي يلمس شعري ولا ييجي يشد شعري غصبا عني ولو لابسة طرحة فوق شعري ما ينفعش حد ييجي يشد الطرحة غصبا عني أول ما يعمل كده أقول له لأ وأقول لبابا أو ماما أنتوا عارفين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ من كان له شعر فليكرمه عرفتوا بقى هتكرمون زي؟ وولادي اللي ما عندهمش شعر يلا كلنا ندعي لهم ربنا يشفيهم يا رب ويبقى عندهم شعر جميل زينا العين جزء مهم جدا في جسمنا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلانا نشوف بيها كل مخلوقاته الجميلة ونشوف كل المناظر الطبيعية السماء والبحر والشجر وقدرنا نميز بيها كل الألوان الجميلة ينفع بقى أنا أجي أزيها ودورها؟ أيوة أزيها أنتوا عارفين إحنا بنأزي عنينا إزاي؟ أنينا نشوف أي مشاهد غلط حرام نشوفها دلوقتي وإحنا بنلعب على الموبايل ممكن يجي إعلان أو أي مشهد ما ينفعش نشوفه أول ما نلاقي حاجة كده نغمض عينينا أو نبص في أي اتجاه تاني أو نقفل الموبايل إنتوا عارفين ده يبقى اسمه إيه؟ غد البصر على فكرة مش أنا اللي بقول كده ده ربنا سبحانه وتعالى قالينا في صورة النور كل المؤمنين يغدوا من أبصارهم واللي هيغد بصره ومش هيشوف حاجة تزعر ربنا ربنا هيخلف قلبه نور وهيبقى قوي والشيطان مش هيقدر عليه ما ينفعش ولد يبص على بنت ولو هو قاعد لوحده وجي أي مشهد غلط على الموبايل ما يقولش بقى محدش هيشوفني ربنا سبحانه وتعالى بيشوفنا حتى لو إحنا لوحدين وعارف كويس إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنخاف من ربنا ما بنخافش من الناس والبنات كمان من الصفات الجميلة للبنت الحياء خجل البنت بيبنفعنيها ما ينفعش أفتح بروفايل ولد واتفرج على صوره وقوله أنت شكلك حلو البنت المتدينة المؤدبة ما تعملش كده عينينا دي نعمة من نعم ربنا علينا لازم نحافظ عليها ما ينفعش أفضل قاعد قصاد الكمبيوتر أو ماسك الموبايل طول اليوم كده نظري هيضعف لازم أحدد ساعات معينة لللعب والمذاكرة عشان ما أزيش عيني دي عيني بتاعتي أنا لازم أحافظ عليها ونقول دايما الحمد لله على نعمة البصر ويا رب كل اللي اتحرم من نعمة البصر ربنا يشفيه ويقدر يشوف كل الحاجات الحلوة في الدنيا الفم جزء من جسمنا اللي هو بقنا تعالوا نفكر كده ربنا ادينا بق ليه عشان بنعمل بيه حاجتين مهمين جدا الأكل والكلام لازم ناكل ونشرب عشان جسمنا يجبر ونقدر نعيش بقنا عبارة عن لسان وأسنان اللسان بندوق بيه الأكل وبنقدر نفرق طعم السكر الحلو وطعم الملح الحادق والأسنان بنمضغ بيها الأكل كويس ما ينفعش نبلع الأكل على طول ولما نمضغ الأكل بواء الأكل بتدخل في سناننا والسوز بيتكون وسناننا بتوجعنا وبنروح للدكتور وإحنا مش عايزين ده كله يحصل عشان كده لازم نخسل بقنا كويس بعد كل أكل حتى لو أكلنا حتة شوكولاتة صغيرة وبعدين نخسلها بالفرشة والمعجون مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة قبل ما ننام خلصنا الأكل تعالوا بقى للكلام زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلنا ناكل ببقنا كل الأكلات الحلوة اللي بنحبها خلنا كمان نتكلم ببقنا يبقى لازم نقول كل الكلام الطيب اللي يحبه ربنا يعني مثلا لما أقول لحد اتفضل غير لما أقوله خد ولما بتسم في وش الناس غير لما قشر المفروض لساننا ده يقول دايماً كلام حلو للناس دايماً أقول الحق ومظلمش حد ما أزيش الناس بيه لإما أقول كلام حلو لإما أسكت في حاجة مهمة جداً عايز أقول لكو عليها ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها وهي الغيبة والنميمة إيه هي الغيبة والنميمة دي؟ الغيبة هي إن أقول كلام وحش عن حد وهو مش موجود يعني في غبته والنميمة هو إني أسمع الكلام الوحش ده وروح أقوله عشان أوقع بين الناس ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سلط الحجرات لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم شفتوا بقى لما بنتكلم عن الناس قد إيه دي حاجة وحشة ربنا شبه اللي بيعمل كده بإنه بياكل لحم ميت يبقى أنا ربنا مدين لسان عشان أقول بيه كلام حلو ونأذي بيه نفسي وأذي بالناس فيه حاجة كمان بقى ودي آخر حاجة بقنا ده جزء من جسمنا لازم نحافظ عليه عشان إحنا صغيرين مش كل حد يقول لنا هاتي بوسا نديله إحنا بنبوس بابا وماما بس ولو حد من قريبنا ممكن يبوسنا من رسنا محدش بيبوسنا من بقنا ونقول دايما الحمد لله على نعم ربنا لينا يلا نكمل مع بعض باقي أجزاء جسمنا هقول لكم الجزء اللي بنسمع بيه عرفتوا إيه هو؟ الأذن إنتوا عارفين ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ودنين اتنين مش واحدة؟ عشان الودن الوحدة بتبقى ضعيفة ما بتقدرش تستحمل كل الأصوات وكمان لو فيه دوشة مش هينفع نميز الأصوات عن بعضها والكلام كمان اللي بنسمعه عشان كده الودنين اللي اتنين مع بعض بتبقى قوية وبنقدر من خلالهم نميز الأصوات ونسمع كويس وكمان فيه حاجة عايزاكوا تاخدوا بالكوا منها إحنا ليه عندنا ودنين اتنين وبق واحد عارفين ليه؟ عشان لازم نسمع أكتر ما نتكلم يعني أسمع كلام ربنا اللي قالهننا في الكرآن الكريم وكمان أسمع كلام بابا وماما وابعد عن كل الحاجات اللي ربنا مش عايزنا أسمحها يعني لو فيه حاجة بين اتنين بيتكلموا فيها مش أقف أتصنت عليهم وأتجسس عشان أعرف هما بيقولوا إيه طالما هما مش عايزيني أعرف يبقى لازم أحترم ده حرام إن نتجسس على الناس ربنا قال لنا في سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا أو تعملوا زي الحمامة زمان كان نبي الله سيدنا سليمان كان بيكلم التيور فكان عنده حمامة قال لها أنا عايز أبعد ثلاث رسائل لحاكم المدينة وعايزك أنت اللي تبعتيهم وخدت الحمامة الثلاث رسائل وطارت وهي في طريقها ظنت ظن وحش افتقرت إن سيدنا سليمان باعت رسالة للحاكم عشان يقتلها فقالت أنا أحسن حاجة أفتح الرسائل وأعرف اللي مكتوب فيها فتحت الرسالة الأولى لقيت مكتوب فيها إن الحاكم يلبس الحمامة تاج الكرامة وفتحت الرسالة التانية لقيت مكتوب فيها إن الحاكم يجهز أجمل جنينة عشان الحمامة تعيش فيها فتحت الرسالة التالتة لقيت مكتوب فيها إن الحمامة تكون زعيمة لكل التيور زعلت الحمامة قوي إنها سائت الظن بسيدنا سليمان وكمان اتجسست وعرفت اللي مكتوف في الرسائل وكان عقبها إنها خسرت كل الحاجات الحلوة اللي كان هيعملها لها سيدنا سليمان اوعى تتصنطوا على حد ولا تسمعوا حاجة ربنا مش عايزكم تعرفوها ولو سمعتوا حاجة غزبا عنكم أو عرفتم سر اوعى تروحوا تقولوه لازم نحافظ على أسرار الناس في حديث جميل قال لنا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة إنتوا عارفين وإحنا بنتوضى ليه بنخسل ودنة عشان لما الشيطان يوسوس في ودننا ويقعد يقول لنا ما تصلوش لازم نقوم نتوضى على طول ونخسل ودنة عشان الشيطان يمشي ويبعد عننا يبقى ربنا سبحانه وتعالى مدينا ودن نسمع بيها يبقى لازم نحافظ عليها ونقول دايما الحمد لله على نعمة السمع ربنا سبحانه وتعالى خلق كل عضو في جسمنا ليه مهمة معينة وزي ما تكلمنا على عنينا وبقنا ودننا وشعرنا تعالوا نتكلم على قدينا ورجلينا هي قدينا كمان لها دور والمفروض نحافظ عليها أيوة طبعا احنا اتفقنا ان كل حتة في جسمنا بتاعتنا احنا ويوم الايامة ان شاء الله كل جزء في جسمنا هيتكلم وهيقول احنا عملنا بي ايه يعني هيبقى شاهد علينا يعني ايدينا ربنا خلق لنا ايدي يمين وايدي شمال والمفروض ناكل ونشرب ونكتب ونعمل كل حاجة بايدينا اليمين حتى في رجلينا لما نمشي او ندخل اي مكان ندخل برجلينا اليمين مش معنى كده ان ايدي ورجلي الشمال ما لهمش لازمة انا لما باجة توضى باخسل ايدي لاتنين مع بعض ولما بدع ربنا برفع ايدي لاتنين مع بعض ولما بابا وماما بيطلبوا مني حاجة بعملها لهم بايدي لاتنين وبرح لهم برجلي لاتنين واي حد بيطلب مني مساعدة بعملها بايدي لاتنين وربنا هيحسبني عليها وهيديني حسنات كتيرة جدا على كل الحاجات الحلوة اللي بعملها طيب ايه الحاجات الغلط والحرام اننا نعملها بادينا ولو عملناها ربنا يزعل مننا اننا ناخد حاجة مش بتاعتنا يعني نسرق ما ينفعش ناخد حاجة مش بتاعتنا ده حرام جدا تاني حاجة اننا نقذي حد بادينا وندربه عشان ابين اني قوي وهو ضعيف او انه قسر او ابوز حاجة صحابي واقول مش بتاعتي او ان نكون قاعدة وشايفة ماما تعبانة ومرضشة اقومة ساعدها ايدينا ورجلينا دي نعمة من عند ربنا لازم نقول دايما الحمد لله اللي خلانا نقدر نجري ونلعب ونشتغل ونعمل كل حاجة بيها وكل خطوة نمشيها برجلينا نقول الحمد لله انتوا عارفين لو انتوا طالعين السلم كل خطوة تقولوا ايه تقولوا الله اكبر طيب وانتوا نازلين تقولوا سبحان الله شوفوا بقى كم خطوة بتمشوها وهتغدوا حسنات قد ايه اقولكم اهم عضو في جسمنا ايوة هو اهم عضو في جسمنا وهو القلب بس تعالوا الاول نسمع الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم يعني ربنا هيبص على قلبنا يبقى القلب اهم جزء في جسمنا طيب لو انت شكلك حلو وعينك جميلة وشعرك وجسمك وكل حاجة حلوة وعندك فلوس كتير لكن قلبك بيكره وبيقس على الناس وبيعمل حاجات تزعر ربنا يبقى ايه فايدة الشكل الحلو وقلبنا مش كويس طيب المفروض نعمل ايه القلبنا نطلعه نخسله وندخله تاني اكيد لا ما ينفعش بس ينفع نخلي قلبنا ابيض وكله رحمة وخير وحب عارفين ازاي بذكر ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الرعد قلا بذكر الله تطمئن القلوب ده احلى شفاء وتمقنين للقلب يعني لما تعملوا اي حاجة غلط لازم تطهروا قلوبكم على طول تقعدوا تستغفروا ربنا كتير جدا وربنا بعديها هيتم من قلوبكم حتى لما حاجة حلوة تحصل لكم تقولوا دايما الحمد لله طول مقلوبكم مليانة خوف من ربنا وخير وحب وصدق كل اعضاء جسمكم هتبقى سليمة وهتعمل كل حاجة ربنا قال لنا عليها يعني لو قلبك مليان بالحب للناس هتلاقي لسانك بيقول كلام حلو للناس عمره ما هيشتم ولا يقول الفاظ وحشة في حديث جميل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ومضغة هنا هي قطعة لحم صغيرة زي اللي بنمضخها في الاكل لكن هي اللي بتدير الجسم كله يبقى قلبنا اهم حاجة في جسمنا ولازم نحافظ عليه ونحمد ربنا على انه جعل في قلوبنا رحمة لو انت قلبك غليظ يعني بيعامل الناس بأسوة وما بيحبش حد محدش هيحبك وكل الناس هتبعد عنك ربنا سبحانه قال لنا فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لنفضوا من حولك فعفى عنهم واستغفر لهم لكن كل مكان قلوبكم سهلة ولينة ورقيقة وفيها رحمة للناس ومليانة بالحب والخير كل دوت هيظهر على ملامح والشكم وهيبقى والشكم جميل ومش كده بس ده انتوا كمان هتدخلوا الجنة والله في القرآن وفي الأحاديث يعني في حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس أنا عارفة أن نقلبكم كلكم جميلة وكلها خير عشان كده دايما نقول الدعاء ده اللهم ثبت كلبنا على طاعتك